يعني أنا وضع مختلف في الفترة ديت اللي بتمر بيها الأمة الإسلامية بمنعطف خطير وأحداث جلل ولكن اسمعوا عدت أقول لكم عدت الواحد يشوف يعني إيه اللي بيحصل ده وليه بيحصل ده اسمعوا ما في فئة ما في فئة تجبرت وتكبرت وفسدت وعثت في الأرض فسادا وأكثرت الفساد إلا وكان تدخل إلهي بغير المعتاد لنصرة الفئة المظلوم هذا سنن له في كون ما عهدنا على الله عز وجل في زيار الأولين سنة الله التي كدخلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة إن ما في فئة وما في أمة من الأمم تجبرت وتكبرت وعثت في الأرض فسادا إلا قسمها الله عز وجل بما برق قوانين الطبيعة أترك البحر رهوة لسيدنا موسى عط العصاية والبحر إن شاء فلما عد سيدنا موسى بتدير بيعمل بالعصاية يقفل البحر الله عز وجل أسد تركهم أترك البحر رهوة إيه إنهم جند مغرقون كله مش فرعان كل الجنود وكل اللي شارك معهدنا في سنن وسير الأولين إن أمة تجبرت عايه العنجهية دي إيه التقبر ده إيه الفجر والفسوق والطغيان ده يقول لك دينهم بيقول دينهم إيه أنا أعبد رب يقول إحرق أمش أي رب هذا يعني يعني الواحد حتى تفكيره العقلي إن ربنا بيقول إحرق ده لا تقطع شجرة ولا تقتل رجل في صومعت ولا تهدم بيت من البيوت أو عبادة من العبادات ولا شيخ ولا امرأة ولا لكن في دين تقول لك إحرق إحرقوهم بس ده اللي مكتوب عندنا في ديننا استغفر الله أي دين هذا وأي رب هذا تعال بمجانين لكن إحنا ظننا في الله عز وجل وأنا بفكركه ظننا في الله عز وجل خيرا وبكرة فكرة لازم تدخل إلهي من اللي بيحصل ده إحنا مش أهل للنصر وما أعدناش للنصر وما أعدناش العدى ولكن هم أهل للنصر ولكن هم أهل للنصر هم نجحوا في الاختبار علشان كده الطريق مفتوح للفرداوس من غزة لفوق نجحوا قابليها بالزبط في رمضان القبرياء في الصف اللي قابليها مخيم يا سرد القرآن في جلسة واحدة نجحوا هم نجحوا في الاختبار عبالنا نجحوا في الاختبار فلما نجح نتكلم عن ليه بيحصل كده وليه كل الفجر وليه كل القتل وليه لكل الشهدر لإنما عند الله خير للأبرار ليه لإنما عند الله خير للأبرار طب ليه ربنا بقول لإنما عند الله خير للأبرار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ده رقم واحد وده العقيدة رقم اتنين سنن الله في كونه سنن الله سنة ربنا سبحانه وتعالى تيجي تختبر أرض رباط هذه أرض مجاهدة هذه يتخذ منكم شهداء تحب ربنا اه ايه الوضع بقى بتحب ربنا دليل حبك لله عز وجل ينجح في الاختبار ينجح في الاختبار ويتخذ منكم شهداء وما عند الله خير للأبرار وكمان حتى نعلم ليبلوكم أيكم أحسن وعملة طب ده فيه ثبات يا رب طب فيه كذا طب ايش في صدور قومين ايش وبكرة فكركم وبكرة فكركم ما يجتمع العالم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اما يجمع الناس كلها العالم كله تدهاء والعرفية والله لن لا تزال لا تزال دي في السمرارية مش هينتقر ومش هتعرفوا تعملوا معهم حاجة ويجعل يا رب كل أبواق الفساد وكل بوق إعلامي وكل صحف خائن وكل سياسي خائن وكل حاكم خائن إن الله عز وجل يرينا فيه في الدنيا قبل الآخرة خونا خونا وحسب يا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل الواحد لا عارف يعيش ولا عارف يعمل ولا عارف كذا ولكن بندعو ربنا سبحانه وتعالى احنا قسرنا في الاعداد احنا واحد كده كل واحد يبص على نفسه كده هل انت فعلا قدت ما عليك هل الله عز وجل بيرانا يعني حيث وامرانا ربنا بيشوفنا حيث وامرانا ويفتقدنا حيث نهانا حلنا في القرآن حلنا في